السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في مقرر الهندسة الكهربائية electrical engineering معكم الدكتور عبد العزيز صالح السعيدي نواصل مع المحور الثالث techniques for solving DC electric circuits ونبدأ مع الجزء الأول وهي إحدى الطرق الخمسة وهي طريقة النود voltage هذه الطريقة كما رأينا أنها تعتمد على ال-KCL لاستخراج النود current ثم بعدها سوف نطبق قانون ال-Ohm لاستخراج الجهد في النود المجهولة إذن نبدأ كمثال تطبيقي لفهم طريقة النود voltage مع هذا السيركت إذن هذا السيركت يحتوي على مصدر مصدر طيار قيمة 2 إمبير مصدر جوت قيمة 10 فولت عندي مقاوم أول مقاوم ثاني هذا المقاوم الثالث قيمة 5 Ohm والمقاوم الرابع قيمة 10 Ohm كما مبين في الصورة عندي نود هنا أسميه مثلا النود 1 يربط بين البرانش التي فيها المقاوم الثين Ohm واحد Ohm وخمسة Ohm عندي كذلك نود آخر سأسميه النود رقم الثنين وعندي في الأسفل هذا هو اللور نود هو يعمل connection مع كل البرانش الذي في السيركت وبالتالي يسمى reference نود ويرمز إليه بإحدى الرموز الثلاثة إذن هدفي من طريقة النود Voltage Method هو استخراج قيمة الجهد في النود 1 واستخراج قيمة الجهد في النود رقم 2 كيف تطبيق هذه الطريقة سهلة جدا أول شي قلنا عندنا نود 1 ونود 2 إذن سوف يكون عندي معادلتين هذه المعادلة الأولى في النود 1 هذه المعادلة الثانية في النود رقم 2 والهدف من هذه الطريقة هو استخراج V1 والV2 يعني الجهد في النود الأول والجهد في النود الثاني كيفية الآن كتابة المعادلة كالآتي أرى أن النود 1 فيه البرانش هذه الأولى البرانش الثانية والبرانش الثالثة بالنسبة للتيار في البرانش الأولى ماذا يساوي إذن هو قيمة الجهد في النود 1 ناقص جهد البطارية على قيمة المقاومة ثم قيمة الطيار في هذا البرانش الثانية أطبق قانون الأوم كما طبقته في البرانش الأولى أطبقه في البرانش الثانية إذن الطيار هو الجهد على المقاومة إذن V1 على 5 إذن لم يبقى لي إلا استخراج الطيار الكهربائي في البرانش الأخيرة هو الجهد على المقاومة قيمة المقاومة في هذه البرانش هي 2 أوم وقيمة الجهد في هذه البرانش هو V1 ناقص V2 بدأنا بالV1 لأننا الآن interested للنود 1 يساوي 0 لماذا يساوي 0؟ لأن في هذه البارت في البرانش الأولى الثانية والثالثة ليس لأي current source وبالتالي وضعت 0 أما النود equation في النود 2 أول شيء ألاحظ في إحدى البرانشات وهذه البرانش إذن النود 2 connect إليه هذه البرانش الأولى البرانش الثانية والبرانش الثالثة في هذه البرانش الأولى ألاحظ أني عندي current source وبالتالي تكتب هي الأولى لا أكتب 0 إنما أكتب قيمة الطيار وهي 2 أمبير يساوي قيمة الطيار في هذا البرانش ماذا يساوي في هذا البرانش؟ عندي هنا هذه البرانش 10 أوم عندي هنا V2 وعندي هنا اللي في الأسفل هو reference node يعني عندي 0 فولت ف ماذا يساوي قيمة الطيار هنا؟ إذن هو V2 ناقص 0 على قيمة المقامل 10 أوم نفس الشي بقي لي هذه البرانش كم قيمة الطيار في البرانش 2 أوم؟ إذن هي V2 بدأت V2 لماذا؟ لم أبدأ بV1 لأنني أشتغل على النود 2 إذن هي V2 ناقص V1 على 2 أوم ماذا حصل عندي الآن؟ عندي معادلتين يحملاني مجهولين وبالتالي أستخرج بطريقة المصفوفة أو بطريقة تغيير مجهول في معادلة ثم أرجع إلى معادلة فأتحصل على V1 تساوي وال V2 بعدما عرفنا النود voltage يوم V1 وال V2 وبالتالي أي current في أي برانش أستطيع الحصول عليه هذا مثال آخر لنفهم أكثر طريقة النود نفس الشيء ألاحظ في هذا السيركت عندي نود 1 عندي نود 2 وفي الأسفل عن هذا الريفرنس نود قيمته 0 فولت إذن كيف أستخرج V1 في هذا النود وال V2 أأخذ النود 1 وأقول نود voltage equation في النود 1 ماذا تساوي عندي البرانش الأولى البرانش الثانية والبرانش الثالثة إذن في النود V1 أولا ألاحظ عندي current source وبالتالي لن أكتب 0 إنما أكتب قيمة هذا الطيار هي 1 تساوي تساوي ماذا قيمة الطيار في هذا البرانش وقيمة الطيار في هذا البرانش قيمة الطيار في البرانش هذه 2 أوم هي ماذا تساوي وطبق قانون الأوم هي V1 ناقص قيمة الجهد هنا وهي ليست إلا 0 على قيمة المقاومة 2 أوم معا قيمة الطيار في البرانش هذه الأخيرة اللي هي connected للنود 1 إذن هي V1 بدأت بالV1 لأني أنا أشتغل عن نود equation في V1 إذن V1 سالب V2 على 6 أوم أمر الآن للنود equation في V2 نفس الشي هل عندي current source أو لا ولاحظ في هذه البرانش عندي current source وبالتالي سأكتب قيمتها إلا أنها سالبة لأن الطيار هنا يخرج من النود هنا يدخل إلى النود وبالتالي أخذناه positive إذن سالب 4 تساوي كم عندي من branch connected للنود 2 عندي branch وbranch أخرى وبالتالي سأكتب قيمتين للتيار الكعربائي أما القيمة الأولى هنا فهي بقانون الأوم تساوي V2 إلا 0 لماذا 0 لأن الجهد هنا 0 على 7 أوم مع كم قيمة التيار في البرانش هي V2 سالب V1 على قيمة المقاومة 6 وبدأت بV2 لأن أنا أشتغل على نود equation في V2 وبالتالي عندي معادلتين يحملان مجهولين لأجد V1 وأجد V2 وهذه طريقة النود voltage وهدفها استخراج الجهد في النود 1 والنود 2 ترجمة نانسي قنقر